اشهدت المملكة المغربية بتبني مجلس الامن التابعي للأمم المتحدة يوم الاثنين القرار 27-03 المتعلق بقضية الصحراء المغربية والذي يأتي في سياق يتسم باستمرار الدينامية الإيجابية التي يشهدها الملف تحت القيادة المتبثرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله واوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغربة المقيمين بالخارج في بلاغ لها ان القرار 27-03 يمدد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة الى غاية متن اكتوبر 2024 وأبرزت الوزارة ان الدعم الدولي المتنامي من حوالي 100 بلد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي وفتح اكثر من 30 كونسولية عامة بالعيون والدخل وعدم اعتراف اكثر من 84% من الدول الاعضاء في الامم المتحدة بالكيان الوهمي فضلا عن النهضة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة في اطاع النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية يكرس فعليا المقاربة التي تنهجها المملكة في معالجة هذه القضية واكد المصدر ذاته ان مجلس الامن يكرس في هذا السياق من خلال القرار الذي تم تبنيه مقاربته فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية سواء من حيث تحديد الاطراف او تكريس اطار المسلسل او تأكيد رياتها واضاف ان القرار حدد بوضوح اطراف العملية السياسية الذين يجب ان يتحملوا مسئوليتهم السياسية والقانونية والاخلاقية في البحث عن حل نهائي للنزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية حيث ذكر الجزائر تحديدا ست مرات وهو نفس عدد المرات التي ذكر فيها المهرب مما يؤكد ان الجزائر هي بالفعل الطرف الرئيسي في هذا النزاع المفتعل وعلاوة على ذلك يتابع البلاغ يكرس القرار الجديد الموائد المستديرة باعتبارها الاطار الوحيد للمسلسل السياسي لاسيما بمشاركة الجزائر كطرف معني بشكل مباشر وفي الختام يوضح المصدر عينه اكد مجلس الامن ان الحل السياسي النهائي لا يمكن ان يكون الا حلا سياسيا واقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق مسجلا ان هذه المعايير تقترن من جديد بدعم مجلس الامن للمبادرة المهربية للحكم الذاتي التي وصفها بالجدة وذات المصداقية ومن المهم الاشارة في هذا السياق الى ان العديد من بلدان العالم تعرب بوضوخ عن دعمها لهذه المبادرة كاساس لا غناء عنه لأي حل لهذا النزاع الاقليمي ومن جهة اخرى اشار البلاغ الى ان القرار الجديد وجه تحذيرا للبوليساريو فيما يتعلق بانتهاكاتها وفردها قيودا على حرية تنقل بعثة المينورسو مسجلا انه طالب من جديد الجزائر بالسماح بتسجيل سكنة مخيمات تندوف وخلص البلاغ الى انه انطلاقا من مكتسباتها وثبات مقاربة مجلس الامن تظل المملكة المهربية كما اكد مجددا على ذلك صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله ملتزمة تماما بدعم جهود الامين العام للامم المتحدة ونبعوثها الشخصي الرامية الى اعادة اطلاق مسلسل المائدة المستديرة بهدف التوصل الى حل سياسي على اساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي وفي احترام تام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة